مباشرة مرشحة الحزب المدني عن بغداد سيدة بلقيس حسن الزامل سيدة بلقيس أهلا بك معنا في الشرقية نيوز بداية أسأل هناك خروقات في كاركوك وهناك من قبل الجهة التركومانية اتهام لجهات أخرى لم تسميها بأنها هي من تقف وراء بعثرة الأوراق الانتخابية بالتزاون مع انطلاق الحملة الدعائية في بغداد أيضا هناك ضبابية وهناك عشوائية في ملسقات المرشحين من هو الضابط ليحفظ أمن المرشحين وأمن الملسقات وبالتالي أيضا تكون هناك قوانين تحكم المرشحين في أماكن الملسقات ونوعية الملسقات حتى تفضلي نعم شكرا جزيلا لك مساء الخير تحية لك وليقناتك الكريم ومشاهدينك الكرام حقيقة بداية أحب أن أهنأ الشعب العراقي الكريم بهذه الفعالية أو بهذا النشاط الديمقراطي حقيقة هذه التجربة الديمقراطية هي أنجاز لكل الشعب العراقي في اختيار من يمثله في قبة البرلمان العراقي في موقع القرار لذلك كانت بداية الحملة الانتخابية العلنية هي بداية انطلاق هذه الحملة وإلا هي الحملة قبل هذا الشهر فلذلك أنه هناك ضوابط للأماكن وللزمان في وضع الملسقات الإعلانية كيف؟ يعني أمانة بغداد مثلا على سبيل المثال مثلا في محافظة بغداد في محافظة بغداد أمانة بغداد حددت أماكن لوضع الدعايات الإعلانية بالنسبة للمرشحين وللكتل فلذلك لا يجوز خرق هذه الأماكن التي حددتها أمانة بغداد لكنها خريطة هذه الأماكن موجودة في تقافة لكن هذه القوانين نعم مع الأسف نعم مع الأسف بعض المرشحين أو بعض رؤساء الكتل وليس المرشحين بعض رؤساء الكتل خرقوا هذه القوانين في قضية الزمان والمكان وهذا هم يتحملون طبعا لكن هو المفروض أنه إحنا لنتغيير إحنا بناء دولة قانون كيف ندافع عن القانون وبداية يخرق القانون هو كل حزب وكل كتلة وكل رئيس كتلة ومرشح بداية يهدف إلى تمثيل القانون أحسن تمثيل كيف يمثل القانون وهو يخرق القانون إذن لابد من الالتزام لابد من الالتزام بالأماكن المخصصة التي حددتها أمانة وغداد في وضع اللافتات الإعلانية للمرشحين هي ما هي فادة اللافتات الإعلانية هي تعريف المرشح سيد فوقيس يعني فقط لو تسمحين هنا أنه هذا المرشح فيما لو لم يلتزم مرشح معين بهذه الضوابط من سيحاسب هذا المرشح السؤال الذي طرحته قبل لحظات هو يطرح من قبل الناخب إذا كان المرشح لا يلتزم بالقوانين قبل وصوله إلى البرلمان عندما يصل إلى البرلمان ماذا سيفعل إذن؟ حقيقة المفروض هي هذا واجب المفوضية العليا المستقلة لانتخابات هاي أولا ثانيا المراقبة منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون هناك منظبات خاصة بمراقبة تصرفات المرشحين أو الإدعاء الانتخابية ثالثا هو المجتمع نفسه المجتمع نفسه هو يقرر هو عدة خيار هو يفكر يعرف أنه يختار من يخترق من يخترق القانون مباردين أو لا يختار اللي يحافظ على القانون ويحافظ على شكلية وجمالية محافظة بغداد نعم هي فترة محددة نعم هي فترة محددة لوضع الإعلانات لكن هذه الفترة لجب أن تعد بضوابط وشروط تكون هذه الضوابط وشروط من ضمن الجدول أو الخطة اللي عادتها أمانة بغداد قطعا كل كتلة تعرف الأماكن الممنوعة طيب كل كتلة تعرف الأماكن الممسموحة إذن فبالتالي إذن يجب أن يكون هناك ضابط إيقاع في بغداد وشوارع بغداد العامة حتى لا تشوه صورة العاصمة طبعا تحدثنا عن جمالية الاخداد وهذا أمر مهم طبعا تكيد المحافظة لكن يعني لو تسمحي لي فقصة بلقيس هناك تشويه لجمالية العاصمة وهناك تجريح للمواطنين تحديدا لعوائل الشهداء برفع صور الشهداء ووضع صور مرشحين بدلا منها ماذا تقولين عن هذه نعم حقيقة سمعنا بهذا الأمر هذا الأمر مؤسف ومؤلم ومرفوض تماما الشهداء محترمون صورهم وتواريخ استشهادهم معفوضة لا يجب أن أحد يتقرب لها هناك أماكن تبتعد عن أماكن الشهداء الشهداء هؤلاء الشهداء ضحوا بدماعهم من أجل تحرير عراق ومن أجل وصولنا إلى هذه المرحلة اليوم هذه المرحلة من الأمان ومن الديمقراطية ومن هذه المشاركة التي يشارك بها جميع طياف الشعب العراق دون استثناء بطوائفهم بقومياتهم بعراقهم في هذا التنافس الديمقراطي الشريف بدماء الشهداء إذن دماء الشهداء محترمون وأي تجاوز على أي صور من صور الشهداء مرفوض تماما ويرفض تماما وغير بسوح به سواء من رأساء الكتل أو من المرشحين أو من أي مكان ستفاقيس هل تعتقدين فيما لو يعني استمرت حالة غياب القانون بالنسبة لقضية المرشح الذي يقوم برفع صور الشهيد من مكان معين ويضع صورته غياب القانون والقوة قوة القانون هنا قد تكون هناك صدامات بين عوائل الشهداء أو مواطنين عاديين وبين يعني مثلا من يعمل مع النائب والذي يعلق الصور قد يكون هناك تشابك فبالتالي غياب القانون استمرت هذه الحالة قد تؤدي إلى نتائج عكسية لا سمح الله طبعا أكيد في غياب القانون تحصل مثل هذه المشاكل بين عوائل الشهداء والمرشحين بين عوائل الشهداء والذين يعلقون صور المرشحين وحتى من المواطنين العاديين اليوم أنا كمواطنة كمرشح عن الحزب المدني أرفض بشدة وتماما كل من يتجاوز على أي مكان أو أي صورة للمصور الشهداء اليوم إذا أنا أبشي بالشارع وأشوف أحد يعلق صورة لأي مرشح كان من أي حزب من أي مكون فيه تجاوز على صورة أو فيه ملصق لشهيد هذا مرفوض تماما أنا أمزق الصورة بيدي أمزق صورة هذا المرشح كان من يكون حتى لو كان رئيس كتلة حتى لو كان رئيس احتلاف حتى لو كان رئيس آله إذن الاعتداء أو التجاوز على صورة الشهيد هذا شيء خط حمر دماء الشهداء خطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها نعم القانون منزم بتطبيق هذا القانون الحكومة عفوا منزمة بتطبيق هذا القانون كذلك الضمير الإنساني الضمير الإنساني والمجتمع بصورة عامة هو المسؤول عن هذه الحالة ممنوع الاقتراب من صورة الشهداء ممنوع التجاوز على صورة الشهداء بأي حال من الأحوال حتى لو كان مكان ستراتيجي حتى لو كانت حالة موقعة حتى لو كان هذا المرشح من أقرباء الشهيد حتى لو كان أخي الشهيد أو قريب الشهيد دماء الشهداء محترمة لا يمكن التجاوز عليها في أي حال من الأحوال ما يحصل من قبل بعض الكتل أو بعض المرشحين أو رؤساء الكتل هل يدرج ضمن الفساد الانتخابي هذا المصطلح الذي أكد عليه رئيس مجلس النواب بكلمته الأخيرة هناك فساد انتخابي حذر منه هناك محاولات للتأثير على المواطنين أي تجاوز أو خرق من ضمن الدائرة الانتخابية أو المفردات الانتخابية أو الضوابط الانتخابية هو فساد انتخابي مثلا تنزيق صور المرشحين اليوم حمله وجاء على تمزيق صور المرشحين هذا يعتبر فساد انتخابي وإلى كل مرشح الحق في تعليق صوره في التعريف عن نفسه هي صور الملسقات هي ملسقات تعريفية لتعرف المشاهد أو المار أو المجتمع أن هذا المرشح موجود في المنطقة الفلانية عن الحزب الفلاني تسلسلة كذا ما إلى حق المنافس الآخر أنه يمزق صورة هذا المرشح يعني أنت تنزيق صور المرشحين هي بدفع من كتل سياسية منافسة ليست حالات فردية ربما تكون حالات فردية أو ربما تكون من دول وأكيد من قواء منافسة وقد تكون حالات فردية في كل تلحايتين هي الحالة مرفوضة وحالة غير ديمقراطية وغير إخلاقية ولا إنسانية وتنظم ضمن الفساد الانتخابي نعم اليوم تمزيق هذه الصور هذه كلفة أموال وكلفة جهد وكلفة وقت ما يجاء أحد بلحظة يمزقها لا إلا حق ما إلا حق نهائيا كذلك الاعتداء على صور الشهداء ممنوع تماما وهذا كله يحدث في غياب القانون وفي غياب قوة القانون وأضح شكرا جزيلا لك يا سيدة بلقيس حسن الزامي لمرشحة الحزب المدني عن بغداد